أهلاً يا شباب نرجع الثاني للعلاج المعرفي السلوكي بقى نحن نتكلم عن الوسوس القهري نتكلمنا في الجزء الأول على إيه هو الوسوس القهري ويعني إيه وساوس ويعني إيه هفعال قهرية والكلام ده النهاردة نركز بقى على العلاج المعرفي السلوكي اللي هو من أهم هو تمرين واحد بس رازم تفهمه كويس بقى معي عشان تعرف إزاي بعالج أنا العلاج المعرفي السلوكي للوسوس بص كل واحد استجابته للعلاج مختلفة تمام سحنا عندنا شوية بريدكتورز اللي هي التوقعات كده يعني مثلا لو واحد جاله الوسوس وهو كبير باب أعرف إن نسبة الشفاء أحسن يعني واحد جاله هو عنده عشر سنين خمس سنين يعني الموضوع هيميل إن هو يكون مزمن أكتر منه إن هو يخف ويختفي عنه برضو لما يكون الأعراض بتجيلك تقعد نص ساعة ساعة في اليوم أحسن ما واحد بيجيله ست ساعات يوميا الوسوس دي عملت أحسن برضو الناس بتحسن أسرع لما يكون في استجاب دوائي سريع لو ما فيستيبش الدواء قوي برضو أنا بقلق إن ممكن يكون الموضوع محتاج علاج أطول برضو أهم حاجة بقى ونبه عليها إن العلاج في البداية أحسن بكتير ويعني أول ما تبدأ بص أول ما يظهر الوسوس علاج دوائي وعلاج معرفي سلوكي الاتنين مع بعض بالذات في السن الصغير البروجنوزز بتبقى أحسن اللي هو التطور المرضي أحسن أو الشفاء أحسن هناك شخص يعني في العرب غير نحن يعني يقولك آئيه يعني عن الوسوس القهري إن ده وسوس مشتون يعني هو في... مشتهم كذا انت يعرف الشيطان ممكن يوزفي دماغك مستشع Brea يعني تسرق تجذب على تكون مثل الحاجات دي فيقولك ده وسوس sprout وشيطان ماشي مفهومة قصة دي انما اللي احنا بنتكلم فيه ده الوسواس القهري ده مرض تاني غير اللي هي الافكار الشريرة اللي بتجي لك دي افكار بقى انت اصلا مش جزء منه مش موافق عليها مش مثلا افكار اباحية وانت بتحب الاباحية لا انت افكار غريبة انت اصلا مش موافق عليها وشايف انها مش طبيعية وبتحاول تبتعد عنها بتحاول تقللها بس هي زي ما تكون بتتزيد وتكرر بص لازم تفهم برضو ان الوسواس ده عامل زي الالارم سيستم اللي هو الايه الالارم سيستم ده اللي هو جهاز الانذار عارفين انت في البيوت وفي شركات وكده في الفاير الارم اللي هو جهاز بيحس بالدخان فيضرب انذار بتالي حريقة يعني فالستات في البيت لو هي بتطبخ وحاجة ولاعت ولا النار زادت ولا حاجة هتلاقي الانذار ده ضرب او في شركة لو حاجة ولاعتها تلاقي الانذار ضرب في الشركة كلها او في المكان كله بس هو الانذار ده متسطة بكده بطريقة بالنسبة الدخان معينة ماكبه فيه ادخنة بمستوى معين يدرب مش كل مواحدة فتحة البوتجاز ما كلنا عندنا بوتجاز في البيت الانذار هيدرب حلو؟ فانت الدرجة معينة من الادخنة بيحسها الانذار انذار امتى يبقى بايز؟ لو هو مجرد انت ما فتحت البوتجاز يدرب ده كده يبقى الانذار في مشكلة في بيدي فولس بوزيتف كتير في هايبر سينستيفتي عالية حلو؟ اهو بالزبط ده الوسوس القهري بقى احنا كلنا عندنا مخاوف ولازم نخاف عشان لما نخاف ده بيحمينا ويساعد على البقاء انت لو ماشي كده بعربية وصرعت مرة واحدة تلاقي نفسك خفت جهاز الانذار يدرب في مخك يقولك لم الدور لم الدور هنموت لو واقف مثلا مبنى عالي وبعدين بصيت كده جهاز الانذار يقولك هاته ما تمدش قوي المبنى العالي انت ممكن تقع اوكي لما جهاز الانذار ده بقى يدرب على المالي يعني على فاضي والماليان عمال يدرب بيدي فالس بوزيتف كتير اهو ده الوسوس القهري لما يكون المركز الخوف بتاعك و يعني يعني يجيلك مثلا انت لمست الباب اوكرة الباب عادي ممكن يجي لنا فكرة كده بخسل ايدي يعني ما نعرفش مين يلمسك انما يتني كل شوية بقى كل ما المس حاجة المس كمبيوتر المس الباب المس الكرسي المس السرير المس اي حاجة وانا ماشي لا ده انا كده ايدي متوسخة انا لازم اخسل ايدي مليون مرة لسه مش متوسخة يبقى كده الانذار مركز الانذار شغال زيادة عن اللازم فانا عندي الالارن سيستم ايزلي تريجرد مور انتنس ومور فريكوينت فغسيل ايدينا لعشر دقيق بقى خمستاشر دقيق اي اسف غسيل ايدينا المفروض هو خمستاشر ثانية مثلا اهو بقت عشر دقيق ولما عملوا كتير تلاقي يومي كله بقى غسيل ايدينا طب انت العلاج خلاص العلاج عمل ازاي يقول لك لازم تفهم السايكل بتاعته الوسواس الكهري اسواس الكهري بيبدأ بفكرة بنسميها تقوم الفكرة دي تسبب قلق بنسميها يوم القلق ده يخليك تعمل كومبولشن اللي هي افعال كهرية يومي الافعال الكهري دي ما تعملها ترتاح تقوم الراحة دي تخلي الفكرة تيجي تاني حاجة سيستم كده غريب سايكل يبقى افكار وسواسية بتحصل تقدي الى قلق القلق دي يخليك تعمل الافعال كهرية اما تعمل الافعال الكهرية دي ترتاح اما ترتاح كده عارف انت زي ما بواحد بيدرب مخدرات تدرب مخدرات تاني انت ما ترتاح كده يبقى عطلك فكرة يجيب لك الفكرة تاني فالقلق يجي تاني فالافعال الكهرية تيجي تاني فانرتاح تاني فالفكرة يجي تاني وهكذا اديني مثال اديني مثال لا ناس تاهد بص يجي لك فكرة ان انت ما قفلتش البتجاز اوكي تقلق بقى الفكرة تسبب قلق تتوتر البتجاز ما تقفلش ممكن بتيولع وقيتها تحسنش مش على بعضك كده. ثم تروح تعمل ايه? تتأكد ان الاجاز وتقفلو كويس بيدك كده هو. انهم نسمي ده افعال قهرية. تعمل الفعل نفسه. ثم قول لما تتأكد كده بنفسك ان افعال ترتاح. المشكلة بقى اما ترتاح كده وتريح كده ده بيجيب الفكرة اكدر. فالسايكل تتنينها شغالة 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 شغالة. اطمع نوقفها. طب هنوقفها ازاي? يقول لك خلي الفكرة تيجي. وخلي القلق يحصل. بس ما تعملش بقى. بلاش افعال قهرية وبلاش روحة. يعني اعمل ايه? يعني ايه العلاج هيبقى العلاج ازاي? اسمه العلاج اسمه يعني ايه? عرض نفسك للحاجات اللي هتقلقك اللي بتجيب الافكار الوسوسية. مش تبعد عن الناس متعودة اقول لك بص انا مش هحط سكاكين قدامي. ليه? اصلا ما بشوف السكينة بيجي لي فكرة ان انا هتبح بابا وماما. لا حط السكينة وتفرج عليه. طب وبعدين يعني يبقى انا اعمل اجزبوجر اتعرض وامنع اي فعل قهري يمنعني من الفكرة. واسقط كده. طيب. حضرتك هو انت العلاج اللي انت هتعرضني يعني الحاجة بتجيب لي الافكار هتعرضني ليها ومش عاوز نعمل افعال افعال كهرية. اه. ده علاج مريح. طبعا من الواضح يعني ان هو يبقى علاج صعب جدا. طب مدته قد ايه? يعني على الاقل تلات شهور. انا قولك. طب كل قد ايه ده? كل يوم. تلات شهور كل يوم هتعمل العلاج ده. طيب انا طب اديني المثال يعني انا عندي وسوس كهري من النظافة. اعمل ايه دلوقتي? عرض نفسك لحاجات وسخة وما تغسلش ايدك ببساطة. نعم يا اخويا اعرض نفسي لحاجات وسخة. اني حاجات متوسخة يعني بايه يعني? نقولك لازم بنعمل هيراركي هرم تطوري للمخاوف اللي بتخدش النظافة. يعني مثلا انا اقول له ايه بص من واحد لعشرة. انا سكيل فرم وان تو تين. قول لي ايه الا اكثر مخاوف بتحصل لك يعني ايه? يعني ايه? ايه اكتر حاجات بتجيب افعال قهرية وبتخلي الوسوس يحصل. اقول لك بص ابدأ بالحاجة البسيطة. حاجات ادين من عشرة كده تلاتة من عشرة. اقول لك بص لو مسكت اكرة الباب بايدي بتوترني. ولازم اروح اكسل ايدي. بتوترك قد ايه? تلاتة من عشرة. ايه تاني دي بيوترت? لو مسكت الفلوس. الفلوس دي بقى ناس كدير مسكتها. اخسل ايدي دي انا كلور. بتتبطرك قد ايه? خمسة من عشرة. ماشي. لو سلمت على الناس بقى وبالذات العيالة اللي هي ايه? ده عرقانة دي. بموت بالايد العرقانة. اوكي? كامي يعني سبعة من عشرة. ايه اسوأ حاجة يا عمد تبدي خش في العشرة من عشرة? بقى اسوأ حاجة ان انا لو دخلت حمام بابلك. اروح مول ولا حاجة واخش الحمام هناك. الحمام بقى للناس كلها بتستخدمه. ايه اسوأ دي تبقى امصي بقى 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 متوتر طول اليوم. اوكي? طيب اقول له بص يا عمد. انت قلت لي اكرة الباب. الفلوس. ايدين الناس. الحمامات العامة. ماشي. السهل العلاج عليك. هنبدأ باقرة الباب. ايه? عاوز نعمل ايه? عاوزك تمسك اقرة الباب. مش اقدر. طب خلاص. المس اقرة الباب بصبعك. وبعدين هاجي لك فكرة ان انا عاوز ايه? هتتوتر. احنا قلنا فكرة هتيجي هتتوتر. عاوز بقى تروح تخسل. مترتاح. لا. المس الباب بصبع واحد بس كده. واستنى ساعتين. لازم هو في العلاج بنستنى ساعتين. ما تخسلش ايدك غير بعدها بساعتين. ولو هي حاجة بسيطة يعني ما تخسلش ايدك اصلا. يبقى لازم اعدي ساعتين قاعد متوتر. عشان العلاج يخف. طيب. او لما تلاقي نفسك تحسين انت بقيت امسك اقرة الباب ولمس الباب بصبع يبقيت فلة فلة فلة. اعمل ايه? انقل على خطوة اللي بعدها. امسك الفلوس. امسك هكده هو ودي الناس فلوس واخد فلوس بايدي. واعود ساعتين ما اخسلش ايدي. اوكي? هتقول لي بقى لسه بتوتر. خلاص تعني عملها اسبوع اسبوعين تلاتة شهر. خلينا في مرحلة الفلوس دي شهر. لغات ما نهده كده شوية نهده كده ستين في المية سبعين في المية. اول ما نهدنا نخش في اللي بعدها. دكتور ايه العذاب ده? انا فيه اعينين اشتغلت معهم ووصلتهم. ان هو يخش الحمام العين. خش الحمام العين. ويلمس قعدة الحمام. ويقعد. هيخسل ايده طبعا لان انت لبس تقت الحمام لازم نخسل كل نقدينا يعني. بس يقعد ساعتين. ما يخسلش ايده. اوكي? بالنسبة لك عادي يا عم دي ساعت باخدش حمام كده عم وقعد. سب اخسل ايدي بعدين. بلاق بالنسبة لان يقعد ساعتين دي معجزة. هل بيخف? الناس بقى بتخف بالطريقة دي? بتخف كتير جدا. واجه مخافك. تدريجيا. وتمنع الافعال القهرية. وتمنع الراحة اللي انت متوقعها. بتخف. ببساطة. هعمل حرم تدريجي للتعرض. ومنع الاستجابة. exposure and response prevention. تعرض ومنع الاستجابة. تدريجي. وانقل من خطوة للتانية. لما يكون الوسواس خف فيها شوية. اوكي? واشهرهم هو النظافة دي يمثل خمسين في المية من المرض. من الاعراض الوسواسية اللي بتيجي للناس. فاحنا نبدأ بالحاجات البسيطة. والحاجة على فكرة الحاجات البسيطة للناس بتبقى حاجات شديدة لناس تانية. ممكن تكون اكرة الباب دي الواحد تمثل توتر عشرة من عشرة. فاركن دي خليها بعيد شوية. ممكن يكون واحد بنسلم على ايد بابا ولا ماما ولا اي حد. دي دي ابسط او نبدأ منها. اتفقنا? يبقى احنا بنلاقي بنعرض نفسنا للمواقف اللي بتسبب ووسواس. وحس بالتوتر. ومعملش الافعال القهرية. طب اعمل ليه وانا متوتر? طبقى يبقى عاوز تعمل تمارين تنفس ماشي. تشتت تفكيرك. يبقى بزات اول ثلاث محاضرات. تمارين كتيرة للتشتيت. تعد من مية الواحد. ترجع على التلفزيون. تطلع تتمشى. اصلي. اي حاجة. اعمل اي حاجة. المهم ما تعملش الافعال القهرية. اتفقنا يا شباب? اتمنى تكونوا الحلقة عجبتكو. واتمنى انتو تكونوا استفدتوا. وتعلمتوا الاكسبوشور اندرسبونس بريفنشن. اوكي? هنخش ان شاء الله في المرات جاية في امراض تانية. وازاي نستخدم العلاق. شكرا لكم.